تقترب السلطة المغربية وفرق الإغاثة من إنقاذ وإخراج الطفل المغربية ريان في ظل تواجد مروحية طبية وفريق طبي متخصص يتولى إخراج الطفل حفاظا على صحته وتوصل فرق الإغاثة جهودها المبنية لإنقاذ الطفل ريان العالق لليوم الخامس في بئر في شمال المغرب في السباق المحموم مع الوقت وبالتوازي تتوصل كذلك خلية الأزمة المغربية لتعمل على مدار الساعة متابعة للحالة الصحية للطفل مؤكدة أنه ما زال على قيد الحياة وهذه هي لقطات الحية لعمليات الإنقاذ التي ما زالت مستمرة للطفل المغربي من البيئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر